تأثير المشاجرات اللي بتحصل في المنازل أو بين الأسر وبين وبين بعضها هل ده لوت برضو تأثير سلبي على كل حاجة بتأثر على الجنسية طبعا الموضوع ده لو انتقل لمحاكم وكده حتى لو ما انتقلش على محكمة سعاد بيبقى بس من النيابة والبوليس برضو بيطلع بيطلع كله بيطلع كل حاجة بتطلع فيه ناس بيقولي ده أنا بس كنت شاهد بتطلع مش أقدر أقولك دلوقتي بتأثر عليه على الجنسية ولا لأ بس كل حاجة بتطلع كل حاجة طيب في عندنا بعض الأشخاص قدموا على الجنسية واستوفوا كل الأوراق ولكن لم يحصلوا على رد نهائي سؤالي بقى هو مين المسؤول أصلا عن انهاء الملف ده ده جزء الثاني اللي قاعد ده له سنة أو سنة ونص لا قول تلاتة واربعة أنا بشوف ده تلاتة واربعة مقدم ايه الحل بقى أو يعمل ايه ده طيب أول حاجة في فيينا اللي مسؤول عن ملفات الجنسية هي الماجسترات اللي احنا عارفنا تمام بره فيينا عندك بلينز وجراتس والحاجات زي اللانس ريجيرو اللانس ريجيرو تمام طيب دلوقتي في الماجسترات أو باللانس ريجيرو مطرح ما انت متقد ده كلام ده احنا اتكلمنا فيه اللي هي بوطل إجراءات اتكلمنا فيه الحلقة اللي فاتت انت قدمت على الجنسية بعد ست شهور بالزبط من حقك ان انت تقدم شكوى تستعجل الإجراءات بتاعتك هل الشيء ده بيدر لأ نهائيا ما بيدرش هل الشيء ده قانوني مليون بالمية ليه دلوقتي انا قدمت على الانتراك بتاع الجنسية بفضل بقى انا بقى مستنية بقى رضي يجيلي نعم بكتب ايميل انا بكتب ايميل بقى ودي ايه لو سمحتوا ايه الاخبار انا مقدم بقى لي ست شهور ممكن يرد لو سمحت الصبر اه او ما يردوش عليه خالص او يقول له طب بعتلينا فيه ورق ناقص بعد كمان ست شهور تانين بعد سنة بعد سنة ونص بعد سنتين انا لا عارفة اني هاخد الجنسية ولا انا عارفة ان انا هطرفض انا مش عارفة حاجة انا عايزة بس رد تمام ويسيب نفسه سنتين ثلاثة واربعة وخمسة هو مش عارف اي حاجة فهنا القانون بيديك الحق ونصيحتي للناس ما تستناش اكتر من ست شهور بتقدم الشكوى والشكوى دي يا اما الماجسترات او لانس ريجيرون بترد عليك يا اما بتحول ملفك للمحكمة فيه ناس بقى بتسألني بتقولي طب انا ملف لو تحول للمحكمة هروح عند القادي ناس خايفة واحد ناس عن عمره ما دخل المحكمة فيقولك دراستي انا هدخل المحكمة عند القادي القادي ده هيعمل فيه ايه انا خايف انت دخل عند القادي للحصول للجنسية انت مش دخل متهم في الحالة دي القادي بيحل محل الماجسترات الشغل اللي الماجسترات المفروض تعمله ان هي تفحص دخلك وتفحص اوراقك وتفحص شروط الجنسية بتاعتك الماجسترات ما عنداش وقت فدته للقادي والقادي ده دوره هو دلوقتي اللي يقوم بالواجب اللي هتعمله الماجسترات وهو اللي يكرر او يقولك لا انت مرفوض انت لا تستحق الجنسية يعني هنا بتنتقل المسئولية من الماجسترات او اللي انت سرجير هنا نمقدم قدامه الى القادي اللي هو بيتولى الموضوع في المحكمة صح بس ممكن كمان الماجسترات تكرر يعني انا كتير بعمل الشكاوي دي من عندي في المكتب والماجسترات بترد بتقول اوكي في الورقة دي ناقصة هاتوها بنتديهم الورقة وخلاص بيبعته بوزيتف او الماجسترات بتقوم رد على طول تقولك نيجاتف او تقولك من غير استكمال اوراق تقولك اوكي خلاص مبروك حصل على الجنسية او ممكن الماجسترات تقولك انا ما عنديش وقت حول الملف بقى على المحكمة على المحكمة والقادي هو بقى اللي يقرر ساعتها يعني عملية حاسقين هي الفكرة في ايه دلوقتي واحد منتظر على الجنسية بقاله انه قول فوق السنة ونص ولا سنتين هو زهق فانفكر بقى انه اول ما دلوقتي يروح لمحامي طبعا الشكوى دي لازم عن طريق محامي مختص ما ينفعش هو بنفسه اللي يقدمها مفكر بقى اول ما يروح للمحامي ويقدم الشكوى خلاص التاني يوم هيجيله رد فلا برضو فيه شكوى لها اجراءات وممكن تاخد وقت وممكن تاخد شهر واثنين وثلاثة على ما اجراءات الشكوى تمشي فبيكون هو صبر ونفذ فعشان كده ياخد الخطوة دي بعد ما يكون مقدم بستة شهر مباشرة شكرا